طيب قلنا الأصل والصورة وعندنا طبعا مباراة كانت في كرة اليد عارفين طبعا جماهير النادي الأهلي الكرة القدم يعني لا تقارن بأي لعبة أخرى ودي قناعاتي أيضا الشخصية ولكن في كل شيء موجود في اسم النادي الأهلي دايما أنت كجماهير النادي الأهلي بتحب تشوف النادي الأهلي رقم واحد حصل إخفاق مبارح في مباراة السوبر لأفريكا أمام نادي الزمالك وفرق واحد أنت مصايتر طول المباراة المباراة كانت قوية جدا فيه ندية كبيرة جدا وفضل نادي الزمالك ند للنادي الأهلي طول المباراة حتى دية 25 قدر نادي الزمالك أنه يتقدم وظن الجميع أن البطولة خرجت بره النادي الأهلي ولكن رجع النادي الأهلي بالتعادل وجات الكرة دي اللي هي حسمت الأمر لنادي الزمالك ببطولة السوبر الحقيقة يعني كلنا بنقدر الكابتن أحمد الأحمر أسطورة من أساطير كرة اليد في مصر ولكن الكرة دي أعتقد واضحة جدا كرة الدرع بجوار طبعا المصري لعب النادي الأهلي ولعب منتخب مصر وأفضل لعب دائرة في أفريقيا ولكن ده اللي عمله الكابتن أحمد الأحمر الكابتن أحمد الأحمر بوضوح شديد جدا شد الكابتن إبراهيم المصري فبعد دي عن أنه يكون يتصدى لكرة الدرع وسجل الدرع هدف الفوز ببطولة السوبر الأفريقي يمكن في نهاية الشوت الأول أيضا كان فيه هدف حصل عليه جدال كبير جدا وبعض القنوات وهي بتنقل الهدف كان صوت صفارة الملعب قبل ما الكرة تتخطى المرمى فهدفين في نهاية الشوت الأول وفي نهاية الشوت الثاني يعني منحوا السوبر الأفريقي في النادي الزمالك وده رسالة مهمة جدا وأنا يعني مقتنع بها تماما الفريق الموجود في النادي الأهلي برغم أنه شباب وعد وفيه طبعا بعض الخبرات وطبعا يعني نجم حراسة المرمى الطيار ولكن في النهاية نادي الزمالك يمتلك خبرات فممكن نقول أن فيه أفضلية معنوية لنادي الزمالك على النادي الأهلي هنحل دي بس إحنا هنا في قناة النادي الأهلي شوف الموضوعية وشوف إزاي بنقيم إخفاقاتنا وأتمنى يكون فيه مصرحة في الجانب الآخر لما تيجي كرة القدم ونلاقي إعلام منافس النادي الأهلي محليا يقول أن النادي الأهلي له أفضلية معنوية وعلى أرض الملعب ومن حيث البطلات ومن حيث كل شيء في كرة القدم إحنا عندنا الجرأة والموضوعية لنا نقول ده ترجمة نانسي قنقر